وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم تحذيرا لإنجلترا بسبب هتافات تحمل طابعا سياسيا رددها مجموعة من المشجعين في مباراة كرواتيا في الدور نصف النهائي كما فرض الفيفا غرامة تقدر بنحو 70 ألف دولار إثر خرق اثنان من لاعبي المنتخب الإنجليزي القواعد التسويقية التي حدد الاتحاد الدولي قلل مدرب المنتخب الفرنسي دي شام من قيمة قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش قبل مواجهة المنتخبين في نهاي كأس العالم قائلا إنه لاعب مؤثر رفقة فريقه لكنه ليس بقيمة ميسي وهازارد بات الحارس تيبو كورتو أكثر حارس خوضا للمباريات الدولية في تاريخ بلجيكا حيث وصل للمباراة الخامسة والستين إثر مشاركتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب الإنجليزي فاجأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الثنائي لوران كونسلي وديمتري باييت بدعوتهما للسفر مع بعثته الرسمية لحضور نهاي المونديال وغاب الثنائي الفرنسي عن المنتخب إثر تعرضهما للإصابة قبيل انطلاق البطولة وكان الرئيس الفرنسي قد اصطحب رفقة بعثته الرئاسية الطفل يانيل صاحب الاثني عشر عاما لحضور مباراة فرنسا وبالجيكا بعد أن أبدأ إعجابه الشديد بسيارة ماكرون متسائلا عما إذا كانت عبارة عن الترانسفورمار أكدت رئيسة كرواتيا كيتاروفيتش أنها تنتظر بفارغ الصبر المباراة النهائية لكأس العالم مشددة أنها ستذهب لمشاهدة النهائي ليس فقط كسياسية ورئيسة للبلاد ولكن كمشجعة شغوفة بكرة القدم الكرواتية دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لعبي فريق التايلاندي الذين تم أنقاذهم من كهف غمرته المياه إلى حضور حافل توزيع الجواز السنوي الذي يقيمه الاتحاد في سبتمبر المقبل وكان الفيفا قد دعا الفتيا ومدربهم لحضور نهاي كأس العالم إلا أن الأطباء منعوهم من ذلك عقب عملية الأنقاذ التي انتهت الثلاثاء الماضي نور الجاموس أصداء الحلام